إن يرسل في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم دائما أنه يا أخوان يأخذ الحيطة والحذر ويجهز نفسه صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يخرج من المدينة إلا وهو متأكد تمام التأكد وتمام الثقة أن أخصامه أو ما سمعه من قول أو أقوال وأخبار لابد أن يتثبت منها صلى الله عليه وسلم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يستكشف الأمر ويتأكد منه فأرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي لأخذ صحة هذا الخبر والتأكد من عندي وقفة هنا ما هي الوقفة النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرسل من أهل تلك المنطقة إذا أراد أن يستكشف منطقة أرسل من أهلها حتى لا يشك ولا يدخلهم ريبة فيه فأرسل الأسلمي حصيب الأسلمي لهدف أنه من بني سليم ومعروف لديهم وليستكشف خبر بني المصطلق هل بالفعل أنهم يريدون الإغارة على المدينة وعلى هذه القوة الناشئة الجديدة وما سمعوه من قريش صحيح أنه لا بد أن نهاجم وهذا ولاء لقريش هم يهاجمون المدينة ولاء لقريش خاصة أنه مناه في المشلل في قديت وكان يحج إليه الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجمهم ولا أغار عليهم ظلما وتعسفا بل إن الإسلام وصل إليهم ولكنهم لم مسلموا كذلك أظهروا عداؤهم للمسلمين في خروجهم وفي استعدادهم للخروج إلى المدينة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا قوام هذا الجيش ثلاثة آلاف رجل ومقاتل